شكراً على الأسئلة المتوحة بدأ بسؤال أول مرتبط بالعملية الحج ولأن هذا الموضوع ديال عملية الحج هو واحد من الموضوع الذي الحكومة المغربية توليها همية قصوى بحكم أنه واحد من شعائر الدينية التي يتمنى المغاربة جميعاً والمسلمين قاقبة أنهم يعني يقوموا بهذا المنسك وبهذا الشعير هذه وبهذا الركن المهم من أركة الإسلام وطبعاً هذه العملية الحج هي عملية مؤطرة دائماً بتوجهة جلالة الملك وبالرسالة الملكية التي يصدرها جلالة الملك لفائدة الحجاج ولفائدة طبعاً السلطات الحكومية كل سنة يتم العمل على تجويد الخدمات وعلى عدم الوقوع في بعض الإشكالات التي تطرأ ما بين الفئة والأخرى اللي نريد أن أكد لك هو أنه جميع السلطات عملت جهود كبير جداً في هذا المجال هذا والعمل سوف ينصب أكثر في المستقبل لأنه كانت اجتماعات مهمة الهدف منها هو نجود من هذا العملية هذه خاصة في المرحلة التي تكلمتي عليها هي التي تكون فيها بعض الصعوبات ذلك الثلاثة أيام ديال مينان فهناك تعبئة كبيرة من طرف المصالح المختصة في هذا المجال وأيضاً هناك عمل مشترك ما بين الحكومة المغربية والحكومة السعودية اللي عملت في حقيقة مجهود مقارنة يعني بالسنوات الماضية فهناك تحسن كبير في هذا العملية هذه وكنضن بأنه سوف يتم تجاوز بعض الإشكالات التي تطرح ما بين الفينتي والأخرى ومثل سوش تابنوا معنا فلاشين واتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة